وينضم إلينا في السوديو المحلل السياسي سيد أحمد زرقا سيد أحمد مرحبا بك سيد أحمد بداية عاما على انطلاق عملية عاصفة الحزم في اليمن أين تقف اليمن اليوم؟ قبل أن نذهب إلى أين تقف اليمن نعود قليلا إلى الوراء أنه جاءت عملية عاصفة الحزم ربما كخيار أخير لدى الحكومة الشرعية كان الرئيس هذه ملاحقا مطاردا ربما كان هناك مخطط لتصفيته كان هناك شبه تعطل في المسار السياسي وكان هناك الطرف واحد يحتكر السلطة يعني يحتكر أدوات العم في البلاد لا ننسى أن قبل عاصفة الحزم كان الأساس الإيرانيون يتبهون بأنهم أسقاطوا صنعها في عيدهم وكان هناك أيضا شبه علي عبدالله صالح كان يجهز نفسه للعودة والإنقذاض على السلطة من جديد وكان يحدد مسارات المرحلة المقبلة وكان يلقي خطابا يقول أنه على هذه ربما أنه لم يعد هناك أسوى البحر يغادر منه هذه وبالتالي نحن كنا أمام حالة صعبة جدا حالة سياسية في أنزداد كبير جاءت العاصفة الحزم وتدخل العربي ليقلب الطاولة رأسا على عقب ربما لم يكن يتوقع الحوذي وصالح أن هذا سيحدث هذه الخطوة كانت ربما هي إنقاذ للمنطقة وليس فقط لليمن بالتأكيد خيار الحرب أو خيار عملية التحالف كان خيار صعب جدا لكن سيد أحمد أنت كمتابع للواقع اليمنى خلال هذه العامين منذ انطلاق عاصفة الحزم وحتى اليوم أين نجح التحالف العربي وأين أخفق؟ بالتأكيد هناك نجاحات ومعينات تتعلق في أولا تقليص أدوات العنف الموجودة لدى الميليشيا لاحظنا أنه قبل انطلاق عملية التحالف كان هناك طيران قصف عدن وكان تهديد بقصف مدن أخرى ربما استطع التحالف أن يحيد هذا السلاح وكذلك أسلحة تقيلة هناك نجاح في أن عادة الشرعية عادة الرئيس هذه وعادة الحكومة إلى عدن وربما تم تحرير عادة كبر من المناطق وهذه أبرز النجاحات أنه أيضا العالم لم يعترف بالحوثي ولم يعترف بالمخلوع صالح ويتعامل مع الحكومة الشرعية هناك إخفاقة ربما تتعلق في العمل السياسي العمل السياسي ربما لم يتم ربما أحداث فارق كبير جدا في الضغط على الحوثيين في هذه الجزئية في جزئية العملية السياسية اليوم نشهد تقدم متسارع للقوات في معظم الجبهات وأبرزها على مشارف العاصمة الصنعاء إذا في حين أنه في المقابل المشهد السياسي يبدو منسد تماما كيف تقرأ ذلك؟ أولا لا يمكن الحديث عن عودة للمسار السياسي خاصة مع الإجراءات الأخيرة التي قامت بها مليشي الحوثي عندما بالأمس تم إصدار قرار أو حكم المحكمة يقضي بعدام هادي ويعني كي العدد من التهم لهو الكبر ومستشاري هذا دليل على أن الحوثيون وصالح ليسوا مع أي حل سياسي نهائيا في الوقت الذي تستمر فيها المواجهات يقوم صالح بين فترة أخرى بتوجه رسائل السعودية رسائل اجتداء أنا بديل أنا جاهز ولكن هذا نوع من الخداع نوع من الأكاذيب المعركة المعركة اليمينية ربما يجب أن تستمر هناك لكل حرب ضحايا وضحايا كبيرة جدا لكن من سقطوا بعمليات الحوثي ربما هم أضعاف من سقطوا في عمليات التحالف هناك خسائر كبيرة جدا هناك ربما في عدد من الأحيان سوء تقدير واختراق ربما وتسريب معلومات خاطئة أسفرت عن سقوط كم هائل من المدنيين ولكن هذه النتيجة طبيعية لكل الحروب والتحالف يجب أيضا أن يكون يتحمل هذه بسؤولية هذه الجرائم بالإضافة إلى أنه لكن يجب أن يتم تقوية وجود الدولة لا بد أن يتم أيضا اتخاذ أو وضع خطة شاملة ليس فقط للحكومة لكن لدول التحالف لدول المنطقة بشكل كبير أن تقف بشكل واضح وصريح مع الحكومة الشرعية أن تنهي الانقسامات في صفة شرعية أن يتوقف دعم الأطراف السياسية خارج إطار الشرعية وبالتالي نحن أمام مرحلة مفصلية يجب أن يتم يعادة اليمن للمسار السياسي والاقتصادي بشكل واضح وصريح وليس فقط بشكل جزئي يخدم المصالح الضيقة ويعزز من بقاء الحوثيين وحلفائهم في المشهد السياسي ربما اليوم بعد مرور عامين هنا أصبح اليمن أمام مفترق الطريق لا يمكن العودة إلى ما قبل عامين نهائيا ولا يمكن الاستمرار في التعايش مع الميليشيا التي هي أيضا ترفض التعايش مع اليمنين بشكل عام ويعني خطاب بالأمس خطاب عبد الملك الحوثي كان خطاب تعبوي تحريضي ويدعو لمزيد من العنف وبالتالي نحن أمام جماعة لا يمكن أن تقف ولا يمكن أن تتوقف ولا تفهم غير اللغة القوة التي انتهجتها خلال العام الماضية مع اليمنين